ترجمة نانسي قنقر وقال سعادة وزير الإعلام الخليجي في الدفاع عن مصالح دول المجلس ودعم مقومات أمنها واستقرارها وقال سعادة وزير الإعلام إن الرسالة الإعلامية الخليجية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة هذه الفترة الدقيقة من تاريخ المنطقة وعليها أن تكون أكثر اهتماما وتركيزا على رفع وعي المجتمعات الخليجية حول ضرورة التكاتف والتضامن المشترك جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الإعلام في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة وشار دكتور نعيمي إلى أهمية هذا الاجتماع في بحث واستكمال المشروعات والقرارات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة والاتفاق على توصيات وقرارات ترتقي بالعمل الإعلامي الخليجي بما يتواكب مع المستجدات وبخاصة المتعلقة بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وأكد سعادة وزير الإعلام حرص مملكة البحرين وفي ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تعزيز التعاون الإعلامي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يخدم المصالح المشتركة وأعربى سعادة وزير الإعلام عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري وستعمل على التنسيق مع الأشقاء في كل ما يخدم الأهداف العربية المشتركة وينهض بدور الإعلام في دعم جهود الدول العربية على صعيد التنمية المستدامة وأكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات التي توفر للاجتماع سبل النجاح لسيما وأنه يأتي مباشرة عقب استضافتها الناجحة والمتميز لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين برئاسة جلالة الملك المعظم أيده الله والتي شكلت حدثا تاريخيا بما صدر عنها من قرارات وتوصيات تتعلق بمجمل الأوضاع العربية والقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والتعاون المشترك وقال سعادة وزير الإعلام أنه بالتزامن مع اختيار المنام عاصمة للإعلام العربي 2024 فإن مملكة البحرين على مدى العام تشهد نشاطا وزخما إعلاميا كبيرا وتعمل من خلال هذا الزخم على تحقيق التقارب بين الإعلاميين العرب وتبادل الخبرات واللقاءات التي تنعكس بدورها إيجابا على مضاعفة وتيرة التنسيق الإعلامي المشترك تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا الإعلامية المدرجة على جدول أعماله وأبرزها وضعوا ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بدول المجلس بالإضافة إلى أعداد خطة إعلامية توعوية تتضمن حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية ومبادرة السلام الرقمية للأطفال بدول مجلس التعاون كما ناقش الاجتماع إنتاج دراما إذاعية مشتركة وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وإنتاج برامج تلفزيونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة